موسيقى من الجهة الجنوبية لأورشليم القدس بتشوفوا معاي جبل الصهيون البلد القديم وطبعا الجبل الكبير جبل الزيتون أحداث المحاكمة حدثت على جبل الصهيون عندما جاءوا بالمسيح من بستان جتسماني من وادي قدرون صعودا إلى جبل صهيون إلى بيت حنان وقيافة وهناك حكمة المحكمة الدينية أمام مجمع السنهادريم طبعا المحكمة كانت مهزلة لأنه لم يستطيعوا أن يقدموا الشهود الحقيقيين كانوا شهود زور وأخيرا طبعا استحلف رئيس الكهنة يسوع أنت ابن الله قال أنت تقول فالتهمة كانت التجديف فإذا تهمة المسيح ليس على شيء ارتكبوا أو عملوا لكن على شيء قالوا ويؤمن بي فهو الملك وهو فعلا ابن الله لكن طبعا بالنسبة لليهود كانوا ممكن يقوموا في كل محاكم التشريع بحسب نموس اليهود ما عدا الحكم بالإعدام هذا كان من اختصاص الرومان كانت طبعا أيام الفصح كان يأتي الحاكم من قصاريا مرتيمة اللي على البحر الأبيض المتوسط وعلى الأرجح كان موجود في دار الولاية في قلعة أنطونيا بعد ما حكموا على المسيح أخدوه طبعا لازم بيلاتوس يحكم عليه لكن الشيء العجيب والغريب رجال الدين ما قدموش تهمة التجديف أمام بيلاتوس لأنه مش رح يبالي في هذه المواضيع وبهم مش أصلا لكن وجهوا تهم سياسية التهمة الأولى أنه يثير الفتنة مبتدئا من الجليل يعني نوع من الثورة السياسية والتهمة الثانية بيمنع دفع الضرائب يعني بيعلم الناس أنه ما يدفعوا الضرائب مع أنه من أكم يوم في الهيكل قال أروني عملة فقال أعطو ما لقيسر لقيسر وما لله لله فكان كذب صارخ وواضح أيضا والمشكلة التالتة أو التهمة التالتة الخطيرة هو يدعي أن المسيح يدعي أنه المسية المسيح يعني أنه الملك كل تهمة هذه التهمة كفيلة أنه يحكم على المسيح في الإعدام وفي الصلب لكن بيلاتوس كان محنك سياسيا ولاحظ أنه عم بيشتكوا عليه لكن المسيح كان صامت أمام المشتكين فرأى وداعة المسيح وصمت المسيح كنعجة صامتة أمام جازيها ولم يفتح فاهو حتى بيلاتوس تعجب من هذا الموقف ومن هذا المنظر كما قال عنه بطرس الرسول إذ شتم لم يشتم عوضا فطبعا حاول بيلاتوس أنه يبرق يسوع المسيح لا أجد علا وفحصته وعدة مرات أنه ما فيش أي تهمة عليه أنه بيستحق الموت خلين أأدبوا وأطلقوا لكن كانوا مصرين على عنادهم ثم لما سمع بيلاتوس أنه هيرودوس كان طبعا من الجليل وكان بزور القدس وطالما أنه المسيح من منطقة الجليل فحاول أنه يشيل الحمل عنه فذهب المسيح أمام هيرودوس وكان أيضا صامتا رجع وقف أمام بيلاتوس في دار الولاية وأخذ جوه ومرة تانية بر إلى آخره وكل مرة كان بحاول يبرق يسوع المسيح هيرودوس لم يجد علا بيلاتوس لم يجد علا بل زوجة بيلاتوس قالت له إياك وذاك البار وحتى بيلاتوس طلب منهم أطلق لكم أسير ظن أنه يختاروا المسيح البار لكنهم يختاروا لس وقاتل اسمه بر أباس حاول إنقاذ المسيح عدة مرات لكن سفر الأمثال يقول مذنب البريء ومبرئ المذنب كلاهما مكرهة الرب في محاولة أخيرة غسل هيرودوس إيدي وقال إني بريء من دم هذا الصديق صرخوا وقالوا اسلبه 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 دمه علينا وعلى أولادنا وفعلا سلم الحكم لليهود وطبعا بحرس كبير من الرمان وحرس الهيكل قادوا يسوع في طريق الألام لكي يصلب عند مكان يسمى جمجمة مع للصين جلد المسيح كان صعب جدا ممكن الإنسان يموت تحت الجلد لكن نشوف أنه فعلا كل هذه المحاكمات سواء دينية أم مدنية كانت في إرادة الله المحتومة ومشورته وعلمه السابق كما عبر التلاميذ في سفر أعمال الرسل اشتركوا في القناة